بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فنواصل الحديث في كتاب شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فضائلها معانيها شواهدها ومشاهدها مطالبها بقلم شيخ الإسلام الإمام عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضيعا ثم أتى بعد ذلك سبحانه بالشواهد الشاهدة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال بعد آيات متناسبة مع الشهادة الأولى أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه الآية وهذا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإنه على بينة من ربه وهو القرآن العظيم الذي جاء به من عند الله تعالى فإنه أعظم بينة وهو البينة القاطعة التي تثبت قطعا أن محمد الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما تقدم بيانه ويتلوه شاهد منه أي ويتلو هذا القرآن المدلول عليه بكلمة بينة يتلوه في تصديق هذا الرسول الكريم وحقيقة نبوته بقوله شاهد منه صلى الله عليه وسلم وهذا الشاهد منه هو تلاوته صلى الله عليه وسلم لهذا القرآن الكريم في حين أنه أمي لم يتعلم الكتابة ولا القراءة وليس له صابقة دراسة كما قال سبحانه وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون وقال تعالى قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عورا من قبله أفلا تعقلون أي بقيت فيكم قبل أن أنبأ أربعين سنة ولم أتل عليكم شيئا من ذلك لأنه لاعم لي بذلك حتى إذا بلقت الأربعين فالله تعالى نبأني وعلمني وأنزل علي هذا القرآن وأقرأنيه وأمرني أن أقرأه عليكم فاعقلوا تعلموا صدق نبوتي وحقيقية رسالتي قطعا والحمد لله رب العالمين